السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج التاريخ الشفاوري النكبة الفلسطينية نراحل بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفاوري النكبة الفلسطينية نحن اليوم في بيت الحاج عبد المجيد فضل العلي أبو محمد الكائن في مخيم برج البراجنة الضاحية الجنوبية بيروت اليوم هو الأربعاء الموافق 22 نيسان لعام 2010 الخميس 22 نيسان لعام 2010 وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتلتيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestine remember.com يجري هذه المقابلة ركال محمود أسئلة هذه المقابلة حجي تقسم إلى قسمين القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاجتماعية والإنسانية لأبناء قريتة قبل النكبة أما القسم الثاني فيهدف إلى نقل صورة عن معالاة الفلسطينيين خلال فترة الانتداب البريطاني البعيد والصراع مع لصبات الصهيونية مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاءا برحلة اللجوء والشتاد حجي تسمح لنا أن نباشر بأسئلة القسم الأول فضل أهلا وسهلا بكم وبأسئلتك الله يحييك تعطينا أو تعرفنا باسمك الكامل حجي عبد المجيد فضل إبراهيم العلي الله يحييك يا حج مكان وتاريخ الميلاد يا حج مكان الولادة كويكات قضاء عكا التي تابت عنها تسعة كيلومتر إلى الجهة الشرقية الشمالية عظيم الولادة عام في شهر شباط عام 1936 الله يحييك يا حج الله أعطيك الصحة والعافية إن شاء الله سلام الله إسم والدك الكامل حجي فضل إبراهيم العلي عام واسم والدتك العائلة العائلة حسن الوالدة ابنة عم والدي اسمها نظيرة محمود العلي نعم يعني قصدك عم العلي هي فخد من أفخاد الحسن فخد من أفخاد حسن عليهم رحمة الله يا حج لأن لما خرجنا من فلسطين وجينا على العباسي في قضاء صور عام 1949 أجلت عنا يعني هيئة من الصليب الأحمر الدولي أجلت إحصاء فكان عمي خليل إبراهيم العلي هو مختار الكويكات وانتقلنا نعم فقال له جاينا نعمل إحصاء وبدنا نسجل الأسماء قال له أنا اسمي خليل إبراهيم علي حسن قال له بدنا اسم شو لاشن قال له شو بتختار إنتي أو بتختار علي أو حسن قال له خلينا على ثلاث أسماء خليل إبراهيم علي وهكذا صارت التسمية علي ولم تنتهي إلى حسن طيب عظيم يا حج المهم أنت الآن معروف بإسم عبد المجيد العلي نعم الله يحييك حجي ووالدك ووالدك عليهم رحمة الله إن شاء الله رحمة الله علي طيب أستاذنا الكريم توافق على إجراء هذه المقابلة بإراكتك وبخاطرك؟ تسمح لنا أيضا أنبثة على موقعنا في فلسطين في الذاكرة وكل ترحاب وهذه غاية سروري بارك الله فيك أن تنقل جميع الأخبار عن شعبنا الفلسطيني في الشتات حتى يشاهدها العالم بأسرح بارك الله فيك أستاذنا الكريم بدي اسم القرية كويكات عندك معلومات لماذا سميت بكويكات؟ كويكات هي قرية كنعانية قديمة وفيها آثار قديمة تدل على قدمها والذي أعرف أن بعض الرحالة عندما لم يكن هناك السيارات بل كانت الخيول يركبون الخيول وكانوا في ضيافة والي عكا وقصدوا الذهاب من عكا إلى لبنان وعندما وصلوا إلى الجهة المقابلة لقريتنا قالوا في هذه الجهة الشرقية قرية القويقات وعندما احتلها الفرنجة والصليبيين كانوا يسموها كوكيت أو كاكيت وأيام الاحتلال العثماني كان السفر على الدواب والمسافرين كان لهم محطات في الطريق لأنها بعيدة يعني من تركيا إلى فلسطين فكل مسافة كانوا يعمروا فيها مكان ويسموه الخان الخان يعني بلغة اليوم الفندق أو الأوتيل وكان يكون له دار واسعة وإلها بوابة تتسكر ليلا لأنه ممكن يكون معهم دواب خوفا من اللصوص كانوا لما يناموا قبل ما يناموا يغلقوا البوابة ويناموا فيها فهذا الخان كانوا مسمينه خان كوكو عندما احتلت أراضي من فلسطين وأذكر مدينة عكة عندما احتلها إبراهيم ابن محمد علي الكبير فبعد فترة العثمانيين استعانوا ببعض القوى الخارجية والداخلية لإعادة المدينة وفي وادي الحوارث قضاء طول كرم على الساحل الفلسطيني هذا المكان كان يسمى نهر وادي اسكندرونا وجاءت قبيلة بني حارثة التي أصلها من اليمن وسكنوا في هذه المنطقة وعلى امتداد الزمان أصبحت تعرف بوادي الحوارث الأطراب استعانوا بناس من قبيلة بني حارثة فالذي أعرف أن جد سقع الحارثة جاء مع عدد من الرجال من ودي الحوارث وساعدوا الأطراق والقوى التي أتت لمساعدتهم وأخرجوا إبراهيم بن محمد علي باشا من عكا لذلك الأطراق لقبوا أو منحوا جد القديم اللي هو السقع الحارثة أعطوه لقباشة فقال له والي عكا اركب معي حصانا وركبه آخر واتجه إلى الجهة الشمالية الشرقية كما ذكرت على بعد 9 كم وقال له انظر هذه الأرض اقتطع لك أرضا وابني لك بيتا واسكننا في هذه المنطقة فهذه المنطقة التي كانت تعرف بقويقات والفرنجا كاكيت وكوكيت والأثمانيين بنوا فيها خان اللي هو مثل أوتيل أو فندق سموه خان كوكو فالبلد صارت تعرف بقويقات تركبت هالأسماء تركبت الأسماء وصارت تعرف بقويقات جميل يا حج فلذلك يعني بيت جدة القديم هو في وسط قرية قويقات لأنه بعد ما عمض هناك اجت البيوت وتكاثرت وصارت قريبة طيب حجي حسب أيضا معلوماتك وتقريبا عدد سكان كويكات قبل النكبة قبل النكبة كان عدد سكان البلد يعني ألف ومتين نفس هذا مش حوالي هذا تأكد مية في المية هذا طيب هل كان هناك يعني إحصاءات تقوم فيها حكومة الانتداب نعم لا أنا كنت طفلا صغيرا ولما قبلت دخلت المدرسة ولم أدري عن هذا الموضوع شيئا عظيم لأي مدينة كانت تتبع قريتك أستاذنا الكريم؟ كانت تتبع لعكة حضرت تتحدثت إنها تسعة كيلو إلى الغرب إلى الشرق الشمالي لا أنت إلى الشرق الشمالي لكن عكة إلى الغرب الجنوبي نعم طيب سيدنا الكريم إذا بدنا من حضرتك تعطينا صورة عن طبوغرافية القرية تضاريسها وعلى إيش واقعة وتربتها أو ديتها القرية يعني جاي في الساحل الفلسطيني وهي يعني خمسين متر عن سطح البحر مرتفع عن سطح البحر نعم خمسين متراً والأرض زراعية ليس فيها جبال إنما يعني تنتهي الجبال الوعرة من عند القرية المحاذية لقريتنا جهات الشرق اسمها عمقة أما قريتنا كويكات فهي في الساحل الفلسطيني يعني أستاذنا الكريم زراعتها زراعتها لا زراعتها لحنا سألاحظها إن شاء الله لكن هل الأرض منبسط أحد يولا منبسط نعم سهل منبسط سهل منبسط لون التربة حد شو كان لون التربة يعني منها الأحمر عظيم ومنها الأبيض ومنها الأسود وين تركز الأبيض أو الأحمر أو الأسود في الجهة الغربية من القرية أبيض لا كل هذه الألوان من الجهة الغربية لأنه امتداد أرض كويكات إلى الجهة الغربية من القرية لأنه من الجهة الشرقية ليس هناك مساحة كبيرة من الأرض لأنه في طريق عمقى وعمقى من الجهة الشمالية في تل صغيرة اسمها الجبيل وهذه مساحة صغيرة كمان بالنسبة إلى الأرض ومن الجهة الجنوبية كمان المساحة قليلة من الأرض لأنه ممتداد أرض كويكات إلى الجهة الغربية طيب هذه التلة يعني من أراضي القرية حجي؟ نعم من أراضي القرية تلة ترابية أو تلة صخرية؟ يعني من أعلى تراب والأسفل صخر إنما هي صالحة للزراعة يعني مزروف فيها أو مغروس فيها الزيتون والتين والعنم طيب كانت مسكونة هذه التلة؟ لا لا لم تكن مسكونة هي تابعة يعني تلة تابعة علي البلد طيب الصعود والنزول من هذه التلة كان صعب؟ لا لا سهل لأنها ليست عالية يعني طيب أستاذنا الكريم كيف كان مناخ جو القرية؟ كان مناخ القرية معتدل يعني حتى المنطقة إجمالة يعني بالصيف حارة وبالشتاء باردة إنما لا صيف يعني يؤذي ولا ولا لا حر يؤذي ولا قر يؤذي طيب أستاذنا الكريم كان في رطوبة كون كنت قريبي من البحر؟ الرطوبة كان في رطوبة إنما قليلة يعني لا تذكر إذا قسنا بالرطوبة يعني نحن الآن نعيش في بيروت كانت الرطوبة عندنا يعني أخاف من الرطوبة في هذه المنطقة أخاف بدرجة كبيرة أحد شاء الله؟ نعم سبحان الله طيب حجي هل كان هناك أودية محاذية لقريتك أو تشوق قريتك من النصف مثلا؟ لا كان فيه وادي بيفصل بين أرض كويكات وأرض قرية أبو سنان فهو وادي يعني بتجري المياه فيه بالشتاء مياه قليلة وبالصيف لا يوجد فيه مياه اسمه وادي العسافية وادي العسافية نعم طيب حجي هذا وهو فيه الجهة الغربية هذا من أي جهة حجي؟ من الجهة الجنوبية نعم من الغرب؟ ومن الغرب وادي المجنونة والمجنونة تعني النخلة الطويلة جميل هذا الوادي يعني امتداده من أرض عمقى والأراضي المحيطة بها يعني ويشق أرض كويكات حتى يصل إلى مزرعة عكا ومنها إلى البحر طيب حجي خلينا بالأول نحكي عن وادي العسافية نعم هذا الوادي جنوب القرية نعم يأتي من الشرق إلى الغرب جرايان الماء فيه حجي فقط في الشتاء في الشتاء فقط طيب كم عمق هذا الوادي؟ بعدين يعني المياه قريلي يعني يسك بالكثير نعم ما في حملات ما بيقطع الطريق على الناس يعني؟ ما بيفتح يعني حتى يعني نحنا كننا كطلاب بندرسي وبدنا نقطع هذا الوادي الكبار يحطوا بعض الحجارة في الوادي حتى ندعس عليها ونقطع الوادي طيب هذا الوادي حجي عمقه قليل عمقه قليل عرضه كم يا حجي كان؟ عرض بين ثلاثة وأربعة أمتار طيب حجي كان ينبت على ضفافه يعني أشجار معينة؟ لا 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 لأن الماء غير مستديم فيه طيب كان يصل إلى البحر هذا الحجي ولا يضيع في الأرض؟ لا بالشتاء بالشتاء هو يصل إلى البحر طيب حجي أرضية هذا الوادي هل هي حصة ولا ترابية؟ ايه ترابية ترابية وفيها يعني فيها حصة يعني مش كلها ترابية نعم وإلا كانت الماء غارت في الأرض طيب حجي وادي المجنونة جاي من غرب القرية؟ جاي من شرق القرية من الشرق الشمالي نعم من الشرق الشمالي نعم من الشرق الشمالي عظيم يعني أنا قصدي هو محاذي للقرية من الغرب؟ ليس محاذي يعني يبعد عنها حوالي ثلاثة كيلو متر ثلاثة كيلو متر لأي جهة حجي؟ جهة الغرب عظيم طيب هو حجي يعني جاي شرقة من الشرق وبعدين شرق شمالي جاي هو ليس خطة مستقيما نعم إنما جاي مثل ما منقول إحنا جاي مغرب بالورب طيب عميق هذا الوادي حجي؟ عمقه يعني مترين أو أقل من مترين يعني مش كل الماكن مثل بعضها يعني والعرض يا حجي؟ والعرض بين ثلاثة أمطار وأربعة أمطار يعني حسب طبيعة الأرض وحسب ما هو الوادي شاخف منها طيب حجي بدي أسألك عن جرايان الماء أيضا في هذا الوادي فقط في الشتاء؟ في الشتاء فقط طيب هل كان يترك قدران خلفه هذا الوادي كونه شوية يعني؟ أنا أذكر يعني غدير غدير واحد أو اثنين على الأكثر يعني ليس فيه قدران طيب حجي هذا الوادي بصب في البحر؟ بصب في البحر نعم هل كانت قوية ميت حجي أو ضعيف أيضا؟ حسب غزارة الأمطار على الجبل المطل على قرية عمقى لأن الأمطار كما تعرفون تنزل من الجبل إلى السهل وعلى حسب غزارة الأمطار تجري المياه الزائدة في هذا الوادي يعني حتى في بعض الأحيان في الشتاء يكون بعض الرعاة في الجانب الغربي أو في الناحية الثانية من الوادي وإذا كان الماء كثيرا أو كثيفا يعني كانوا يستعينوا برجال من القرية حتى يتعاونوا على نخل الأغنام والماهز من الجهة الغربية إلى الشرطية ممتازة حجي حجي إذا بدنا نعرف حدود قرية كويكات شو كان حدها من الشمال؟ يعني يا ريت نذكر اسم القرية طبعا من القرى العربية ما بنا نحكي المستعمرات الصهيونية ما في عنا مستعمرات من الجهة الشرقية وكم كيلو تكون بعيدة عن كل قرية اللي أنت ممكن تذكرها حج تقريبا طبعا من الجهة الشرقية عمقى يعني لا تبعد أكثر من 20 كيلو متر نعم ومن الغرب قرية المزرعة تبعد عنها ثماني كيلو متر نعم ومن الشمال الشيخ داود تبعد عنها ثلاثة كيلو متر ومن الجنوب قريتي كفر ياسيف وأبو سنان كفر ياسيف؟ نعم وأبو سنان كانوا يبعد عن القرية حوالي 7 كيلو متر هل هناك قرى أخرى مجاورة باتجاهات الشمال الغربي؟ نعم هناك قرى وإن كانت تبعد عن القرى التي ذكرتها قليلا من الجهة الشرقية شرقية عمقى أرض وعرة أما من جهة الشمال يعني الشيخ داود ومعها الشيخ دنون والغابسية والنهر والتل وأم الفرج هذه أقرب القرى إلى قريتنا ومن الغرب كان عدى المزرعة كان قرية اسمها المنشية ايه السميرية السميرية أبعد منها اللي الجهة الجنوب على طريق عكا كان المنشية طيب حجي حضرتك تحدثت أنه ما كان فيه مستعمرات قريبة منكم؟ لا أقرب مستعمرة لأي كل حج؟ أقبر مستعمرة كانت مستعمرة ركبة ونهارية هاي أقرب إشاريكو عمي؟ نعم ركبة وين جاية؟ للجار الغربية ونهارية؟ كذلك كم كيلو بيدي عنكو ركبة يا حج؟ يعني بدك تقول عشرة كيلو متر نعم ونهارية نعم نعم طيب حجي هادي المستعمرات حضرتك؟ شفتها ولا ما شفتها؟ نعم من إيش كان يعني عمار هذا؟ كان عمارها من الحجارة حجر يعني؟ حجر نعم حجر ومسلح بالبطون يعني استشوف من البطون والبناء من حجر نعم طيب حجي هل كانت هذه المستعمرات مخدومة بالكهرباء بالماء؟ طرق المعبدة؟ نعم يعني المقصود حجي إن كان واصلها أنا قصدي داخل القرية هل كان هناك طرق معبدة؟ غير قرية داخل المستعمرة المستعمرة آسف المستعمرة في طرق معبدة يعني هما الإنجليز هم يعني اليهود والإنجليز عبدوها يعني نعم بعد أن هي بتيجي على الشارع العام عكا النقورة نعم على ساحل البحر المي واصل للبيوت بمعنى يعني زي ما نحن اليوم يعني حنفيات واصل البيوت ولا عندهم؟ لا بالنسبة للمستعمرات كل شي متواجد وكل وسائل الراحة وكل وسائل الـ طيب الشوارع مضاء حجي كانت؟ لا أذكر لأنني لم أذهب ليلا نعم طيب سيدنا الكريم هل سكان نهرية أو ركبة؟ أشكال ركبة أشكالهم هل هي أشكال شرقية عربية ولا كانت أشكالهم غربية؟ روبية؟ طبعا أشكال غربية غربية نعم لأنه يعني ألوان البشر على حسب طبيعة الأرض فإذا كان بدي أتوسع بالكلام حول هذا الموضوع نعم أنه أصل آدم عليه السلام من تراب الأرض يعني لما جبريل عليه السلام أخذ من تربة الأرض وربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى حط عليها الماء وكونها فكانت من تربة الأرض وتربة الأرض كما تعلمون يعني تربة حمراء تربة صفراء تربة بيضاء تربة بيضاء تربة حمراء 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 وسمراء فلأجل هذا البشر خلقوا على لون الأرض اللي هي أمهم يعني إنما توزيع توزيع السكان والألوان في الجهة الشرقية من الكرة الأرضية يعني اللون الأصفر وفي الوسط اللون الأبيض ومن الجهة الغرب اللون الأحمر ومن الجهة الجنوب اللون الأسود نعم طيب أنا كان قصدي أنه يعني سكان نهرية أو ركبة سكان نهرية بها يعني إذا رأيتهم حسبتهم من من بريطانيا أو من فرنسا عظيم عظيم طيب حجي العلاقة بينك وبينهم كانت جيدة جيدة كانت جيدة ما في أي حالة عداء بينك وبينهم المطلق لم تكن حالة العداء بينهم وبين المستعمرات القريبة في الجوار وما اعتدتوا عليهم يا حبي ما اعتدين عليهم ولا اعتدوا عليهم ولا هم اعتدوا عليكم طيب هل كان في هناك علاقات اجتماعية بينك وبينهم مثلا لا لم تكن هناك علاقات يعني لا سلبا ولا إجابا لا سلبا ولا إجابا هل كان في بينكم أي علاقة تجارية أو تعاون زراعي العلاقة التجارية كانت يعني بعض تجار البقر من بلدنا كانوا في تجار من نهرية كانوا يجيبونهم البقر ويواردوا لنهرية هذا الذي أعرفه بالنسبة للتجارة بالنسبة للزراعة الأرض نهرية محادي لأرض كويكات وأرض خلال مجال عندك معلومات عن أشغالهم وأعمالهم شو كانت طبيعة أعمالهم اليهود إحنا اللي كنا نشوفه إنه كان البعض منهم يشتغل بالزراعة والكثير منهم يشتغلوا كانوا يسموا عنا الكامب اللي كانوا يروحوا الناس يشتغلوا عرب ويهود وإنجليز طبعا الإنجليز هم المشرفين يعني علىه وهم المدراء في الكامب يعني مثل كامب الطيران عنا بالمطقة اللي هو قرب المنشية بعدين يعني ما ساءت العلاقة بين قرى عكا والمستعمرات اللي متواجدة فيها إلا عندما بدأت العصابات الصيونية بشن الهجمات على المدن والقرى الفلسطينية في الجنوب إنما يعني كان هناك حصل اضطرابات وحصل الثورة يعني الثورة الفلسطينية ثورة سنة 1928 لم تكن في قضائك يعني كانت في قضائي القدس والبلاد المحيطة ثورة 1936 هناك حصل اضطراب عام في جميع أنحاء فلسطين دام ستة أشهر وهو أطول اضطراب في العالم الاضطراب كان استنكارا للهجرة اليهود إلى فلسطين راح نسأل عنه هذا لاحقا يعني مخصص له إن شاء الله ذاق كويس لكن أستاذنا الكريم بكتلي العلاقة كانت جيدة مع نهارية ومع ركبة هل كان فيه هناك يعني شركة؟ فيه كمان مستعمرة اسمها تشيفيزيون 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 أيها كانت على البحر كبيرة تشيفيزيون؟ لا مستعمرة هي المستعمرة هي نهارية هي الكبيرة يعني نهارية شوية يعني عدد سكانها تقريبا؟ لا أدري يا الله طيب هل كان فيه هناك ناس شركاء في العمل في الزراعة مثلا أو في التجارة؟ لا لا الزراعة لا قلت لك بالنسبة للتجارة تجارة البقاء نعم طيب تتذكر مين مختار نهارية أو ركبة؟ لا لا أعرف تتذكر أسماء أشخاص مشهورين في هذه المستعمرات عمي أبو محمد؟ أعرف أنه بفلسطين عندنا اللي كان الحارس على المزرعات والخضر والهاي كان يقولوله مخضر نعم فبعرف كان فيه من نهارية كان فيه رجل اسمه شلومو 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 أيوه رجل آخر والله ممكن أفضل لا يسمي يعني طيب حجي بالأفراح وبالأطراح هل كان فيه بأي مستوى يعني؟ لا لم يكن بيننا مشاركة لا في الأطراح ولا في الأطراح يعني حتى المخاتير أو الوجهاء بين الترفيين مثلاً؟ ما كانوش مثلاً؟ ما كان فيه علاقات اجتماعية بيننا أو بين اليهود يعني حتى كان أكثر الناس عندما يذهبون إلى نهارية على أساس الاستشفاء عن طبيب العيون هذي كانت موجودة أحد؟ نعم يعني الطبابة كان ممكن تستعينه بطبيبهم؟ طبيب العيون فقط 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 طيب حجي نشأت يعني صداقات شخصية بين أبناء قريتاك وبين بعض اليهود من النهارية اللي كانوا يشتغلوا مع بعض في كنبات الإنجليز لا 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 ما فيه صداقات يعني ما صار؟ لا إنما فيه زمالة عمل يعني إنما صداقة ومحبة وزيارات متبادلة ما فيه طيب أيضا حجي أحيانا كثيرا أثناء العمل إما صير صداقات وإما صير عدوات أحيانا في أي مجتمع في الدنيا فهل يعني اثناء العمل في معصرات الجيش الإنجليزي حدث أي مشاكل بالأوقات العادية يا حجي؟ بالنسبة لأهل بلدنا والليهود يعني ما حصل لا اشتباكات ولا تقاتل ولا لأنه يعني أي مشكلة صغيرة كان الفورمان أو هو المسؤول عن العمل من الإنجليز كان هم اللي يدخلوا في الموضائن هم يعني لم يحدث حجي الحمد لله لا ما حدث لا تقاتل ولا طيب حجي هل أنتو استضعفتوهم بلحظة من اللحظات شفتوهم يعني حاسيتهم هذول أقلية طبعا نحن ما أقصد بمشروح الرجال حاسبين أنه هاي الرجال اليهودي اللي في المستعمرات أقلية حتى لما بدأت المناوشات في الجهة الجنوبية من فلسطين يعني في القدس ويافة يعني قضى يافة مثل سلمة وغيرها وصار الحديث أثناء العمل فتشوف يعني العربي يقول لليهودي يقول له إنه إذا بتصير حرب بدنا نطردك بالهجارة والعصي وهي المقول اللي كانت يعني طيب حجي هل لما كانت تكون فيه اضطرابات في الجنوب الفلسطيني هل كان عندكو الوضع طبيعي ما كان؟ لا كان الوضع طبيعي لم يتأثر يعني بمسألة الحرب والمشاكل طيب حجي بعد إذن حضرتك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله حتى الآن حتى الآن يعني في مزرعة عكا نعم اللي هي عرب إن فيها أقارب وإن أقارب من كويكات سكنوا عكا من كويكات سكنوا المزرعة يعني والعلاقات العلاقة اللي عمل مع اليهود يعني في الهارية ورقبة يعني يعني الأربات منهم يعني عظيم حجي طيب بعد إذن حضرتك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله يا أهلا وسائل